حالة من الخوف والهلع يعيشها سكان مزرعة الشهيد محمد الواقعة بمحاذاة طريق عين عثمان والتابعة لبلدية البويرة جراء انهيار السد الواقع غير بعيد عن مساكنهم في اية لحظة سد بدون بوابة تضمن سلامة السكان يفتقر لجدار واقي حتى ان اشغال انجازه ما زالت جارية والفاتورة بدون شك سيدفعها السكان المجاورين لهذا السد اخويا رانا عايشين في المرميدة احنا البرج هذا اللي داروه هنا جديد والله غير رانا عايشين خايفين ماناش نرقدو في الليل دينا الدوصية سكونا مكاش دار كلامينا قاك مكاش مشكلة نجوليكم الجاوش حقطتنا يشبونا نياه وكاينوالو طالبين يصوون الوضعيات يعنا رانا ساكنين في المرميد رانا جزائرين لاعدوا سلطة يخزروا فينا نخاوى عند ربي اطفال مزرعة الشهيد محمد يتوجهون كل يوم الى مقاعد الدراسة لكن فيضان وادي عين عثمان بسبب هذا السد حال دون ذلك ليجدون انفسهم مجبرين على العودة الى منازلهم اما وافر الحظ فان ولي امره هو من يقوم بحمله والمرور به الى الضفة الاخرى سيناريو اليم يتكرر في كل صباح ومساء قدروا يتعلقوا هذو اللي احمل الود والله ما يقرأوها بساكن الله غرروا اللي بطلوهم اللي يقول ما يقدروش عطي ابتدائيين تاسية مظلمين ما يروحوش دنا ذرالي يتعلقوا ما وامش يقرأو النص الكبير هو هذا هو يقرأ في اللي سي يجيب المعدل يعرف يقرأ بصحك يتلحق الاشتاء هذا ما يقدرش يروح يراطي نهاري ولي يراطي في القرية سكان ارواحهم في خطر يطالبون من السلطات المعنية التكفل العاجلة بوضعيتهم لا تقديم التعازي بعد فوات الاوان